السلام عليكم ورحمة الله رحبكم عزائي الطلبة في درس جديد لهذا اليوم رح نتحدث عن يونت 78 طبعا بهذا اليونت names with and without the جزء ثاني رح نتحدث عن الأسماء التي تأخذ the والأسماء التي لا تأخذ the بالجزء الثاني عندنا الكلمات اللي ما تأخذ the يعني ذن لازم نحفظا هذه الكلمات اللي لازم تحفظها اسماء بعض الطرق بعض التقاطعات بعض الأشياء هذه لازم متاخذ the الأماكن العامة أيضا هذه متاخذ Manchester Airport Hartford University هذه متاخذ the ذن لكلهم ما يأخذ the كذلك عندنا بعض المدن الأخرى الأماكن العامة المشورة جدا Cambridge University Sydney أكو أشياء جدا معروفة يعني على مستوى العالم يعني فهذا اللي ما تأخذ the ليش لأنه أصلا بالأصل معرفة ما يحتاج أن نقول لهم ذا حتى نعرفه إحنا أصلا ليش ما نعرفه إحنا لأنه أصلا معرفة من أساس كواحد ما يعرف Cambridge University أكو واحد بالدنيا ما يعرف Cambridge University البنايات الأخرى اللي ما تكون معرفة مثلا عندنا ذن the holiday arm هذه كلش يعني مهمات ذني اللي بالخط هذا لازم ينحفن ذني لازم نعرفن أنه ذني ما يأخذن يعني عفوا ذني يأخذن ذي ذني يأخذن ذي ذني كلش كلش مهمات كل الأسماء وان ذكرتها الملاحظة قبل شكوا جملة بيها of لازم تأخذ ذي شكوا كلمة حتى لو University من نشوف ذي of قول ذي من نشوف the of قول ذي ومن نشوف the قول of ذني جنسوية يعني خليه نبارك عندنا الصحف أسماء الصحف والمجلات العالمية دائما تأخذ ذي دائما تأخذ ذي خليها ملاحظة بالك هذي دائما يعني تأخذ ذي دائما يعني تأخذ ذي طبعا هذا unit مهم شوية بيهوية أشياء لازم نركز عليها ولازم نحفظ خصوصا هذه شوية لازم نحفظ 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 نحفظ